السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في خناة متفخدارين أتمنى كلكم تكونوا بخروا على خير وانتم تشاهدون الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم تشيز كيك او الكيك بارد اللي برد عليك فضل حرارة بنينه لديه بسرعة يوجد خفن زربا يكون واجد فقو معي تشوف المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركة الله بدون فرن سنحتاج بسكوية هنا يمكن ان تفعل أي بسكوية سنقوم بسكوية الزبدة مدوبة التي تكون نوعية جيدة لكي تأتيكم مدى قصوين في البيسكوية تبدأ تجمع لي العجينة يعني هذه اللابات نحس بها تجمع البيسكوية نحس بها تجمع البيسكوية سوف نقف هنا تقريبا تقريبا او لنص كس الزبدة وضفتها شوية بشوية على حسب النوعية البيسكوية هنا نحس بها كم رمل مزيان سوف نضع في مول او لف في واحد القالب اللي تحضرون فيها الكيك هنا يراني غلفت التبصيل بسلوفة و سوف نضغط و سوف نضغط مزيان على المول كامل ممكن ايضا ممكن ايضا ايضا انا كم تديروا لمول كي تفتح من الجناد الاختيار كي بخاليكم و سوف نضغط و سوف نضغط طبقة البيسكوية في المول سوف نضغط بسلوفة و سوف نضغط لها التلاجة او الموج الميد على الاقل لمدة نصاعة من البعد سوف نضغط كأس حليب معلقة كبيرة أو الملقة كبيرة سكار و سوف نضغط كرامل و هنا علبة الكرامل سوف نضع الحجم و هنا البسكويت بعد مرور المساعة في المجمد فنفرش فوق منه هكذا الكريمة اللي حضرنا كنزع الكريمة مزيان فوق الوجه دي البيسكويت او لفوق الوجه دي الطبقة للبيسكويت هناك نحاول انني انتراسيها مزيان باش يجيني الوجه دياله كله نيفو واحد من البعض غادي ندخلها فقط لتلاجون مدة ديال واحد ساعة اللارب هكاك ولا كنتم مزروبين فدخلوها للمدة ديالنس ساعة المجمد كما قلت لكم فهذا تشيز كيك هذا راه بسرعة كيوجد ما ياخذناش نهائية لقص هناك ضروري انيا الى دخلتوه للكونجيلاتور او للمجمد ضروري انكم تغلفوه بالسلوفان باش ميشتملكم شريحاء ديال اللحم نخليه المدة ديالنس ساعة حيط للسلوفان وبدوه بالزين ديالو هنا اول حاجه غادي نحيدها كجنيبات بوحد سكين باش يتحيدنا الاطار بكل سهوله هنا يتزين دائما كيبقى اختياري ممكن انكم تزينه بالزبدة ديال لوتيس او لا بسوس كراميل انتو من الرغبة ديالكم يعني على حسب ايضا للمتصفر عندكم انا هنا يجبت شوية ديال بيبيت ديال الشوكولات كانوا عندي نوعية جيدة يعني النسبة ديال كاكاود فيهم عالية فهكا زوقت ترسس بهم هكا الجنيبات وغادي ندير هكا خطوط عشوائية ديال السوس كراميل من الفوق ايضا بما اننا ندرنا البيسكويت ديال لوتيس في طبقة ديال البيسكويت فهكا اضفت واحد جوج ديال حباد ديال بيسكويت من الفوق باش يعطيونا منظر زوين وانتوما الى كانت عندكم الزبدة ديال لوتيس فازينو بها هكا كبوها كاملة على الواجه ديال بيسكويت تهيكا ديال الكريمة تهيكا تعطي مضاق زوين هنا هي البيسكويت ديالنا كيكون واجد خلفا زربا بسرعة وجد ما اخدناش نهائيا الوقت ازتشوية ديال كاوكا وكون كاسف جنيبات وكيكون هذا هو شكل ديالو النهائي بنين الديد اخفيف ضريف بسرعة كيوجد واهم حاجة هو اللي غادي برد عليك فاد الحرارة جربوهو ردو عليكي فاجأكم ما تنسوش تشتركو في الخناة بشلس بجديد الوصفات ايضا ما تنسوش دعمني بلايكات ديالكم خليتكم على خير والى وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة